السلام عليكم مرحباً للمتسبعي قناة الحميدي اذا ان شاء الله من خلال الحلقة سنرى وجود النقطة التي هي اساسية ومهمة اذا فعنوان انصحات عبارة الحلقة وخطة استكمال موسم الدراسي 2019-2020 ليجات به الهيئة الوطنية اللي اوتور تخطيط طرباوي بالمغرب اذا تصوغ الهيئة الوطنية اللي اوتور تخطيط طرباوي بالمغرب لاستكمال موسم الدراسي 2019-2020 اللي غادي يعطيونا فيه تاريخ الاجراء لامتحانات الوطنية والجهوية ثم التاريخ الاعلان على هذه النتائج هذه وايضا يعني مسألة المتعلقة بتتمة الدروس وايضا مسألة اخرى متعلقة بالدعم وغاية اعطيونا فيه ايضا يعني طريقة اه لاحتساب معدل مرقب المستمرة اه اللي مختلفة تماما عن باقي الاعوام يعني السابقة نظرا يعني للدرفية اللي تزارفها اه المغرب الحالية وايضا غاية هتروح لنقطة اخرى وهي جواب وزير التربية الوطنية سعيد امزازي حول هذه الخطة الناس لي ما بغينش افهموا يعني هاد هاد النقطة الولى فبامكانهم يدوزوا مباشرة يعني النقطة التانية باش ميقول لكش لا را طول تعلينا ولا يعني الفيديو ديالك غاكت طولوا باش تجبد المشاهدات او لا شي حاجة في حالكة يعني كي ندنو كي ندنو هذا اذا ده بغن ندوزوا الى اه غن ندوزوا الى اه الخطة اذا تصور هاي الوطنة اللي اطرت تختات الترباوي بالمغرب لاستكمال موسم الدراسي الفين وتسعتاش الفين وعشرين على ضوء تطور الحالة الوبائية بالمغرب واعتقد يعني هاد المسألة اللي غادي نشوفو ده اه اه مسألة يعني اه منطقية و اه نقول بانها يعني قريبة الى الصواب وفي الخار غادي نشوفو يعني وزير شنو غيقول على هاد الشي هذا اذا استئنا في الدراس الحضوري يعني باشغلت تحقب الاقسام ديالكم استئنا في الدروس الحضوري بالنسبة للاقسام الاشهادية فقط اقسام يعني لمقبلة على الامتحانات على الشكل التالي بالنسبة السنتين الاولى والثانية بكالورية ابتداء من خمسة وعشرين ماي الفين وعشرين يعني عشرين ماي غادي ترفع الحجر ونهار خمسة وعشرين ماي غا ترجعوا للاقسام ديالكم بالنسبة للسنة الثالثة اعدادي ابتداء من واحد يونيو الفين وعشرين بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي ابتداء من واحد يونيو الفين وعشرين استمرار الدراسة عن بعد بالنسبة للأقصام غير الإشهادية أي اللي ما مقبلش عن الامتحانات سواء جهوية أو لوطنية إلى غاية إتمام البرامج السنوية إذن ندرس إلى الدعم التربوي إذن إنجاز دعم التربوي لفائدة التلاميذ السنوات الإشهادية يمتد ابتداء من تاريخ الاستئناف الدروس الحضوري إلى غاية بالنسبة للسنتين الأولى والثانية بكالوريا يوم 13 يونيو 2020 بالنسبة للسنة الثالثة إعدادي يوم 27 يونيو 2020 بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي يوم 4 يونيو 2020 اعتماد 20 تلميذا في القسم كحد أقصى عقد المجالي استعليمي لا تنسيق برامج الدعم الدعم يهم فقط اسمح مواد الامتحانات الإشهادية الدعم فقط يهم المواد الامتحانات الإشهادية يعني الدروس اللي انتم ما غادي تمتحنوا فيها سواء ممكن ما قلت لكم في الجهوي أو لا في الوطني الدعم يهم المضامين الوحدات التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود 14 مارس فاش غيكون الدعم يهم المضامين الوحدات التي تم إنجازها يعني دك شي اللي يدرته حضوريا في الأقصام ديالكم يعني قبل ما ما غير يخرج القرار ديال أنه غنحبسوا الدراسة يعني في المدارس الحضورية إذن يتم تحديد هذه المضامين من طرف الوزارة بتنصيق معها الأكاديميات والمديرات الإقليمية وخصصا بالنسبة للسنة الثانية باكالوريا هذي ندوز إلى التقييم والامتحانات المراقبة المستمرة هالعملية كيفاش غتم الأقصام غير الإشهادية كيفاش غير يعني الأقصام اللي مقبلش على امتحانات كيفاش غير يحسبو لها يعني المعدل السنوي شنو كيسوي معدل المراقبة المستمرة للدورة الأولى يحسبو لهم يعني غير الدورة الأولى الأقصام الإشهادية يعني المقبلة على امتحانات بحل سادس والتسعة والسيزيام والباك معدل مراقبة المستمرة للدورة الثانية يحتسب باعتماد الفروض المنجزة خلال الدورة الثانية. انجزتيش فرض فغيت تحسب. اذا نقطة الفرض الاول نقطة الفرض الاول فروض الاولى يدوسه. نقطة الانشطة المندمجة نقطة الفرض الثاني اختياري. فرض الثاني في الدورة الثانية ينجز بين ثمانية وتلتعش يونيو الفين وعشرين. اذا الامتحانات الاشهادية. ضرورة تحيين دليل مرجعي الامتحانات. اه هنا الامتحان يجرى في المنظام التي تم انجازها حضوريا الى حدود الربعة عشر مارس. الامتحانات يجرى تجرى في المنظام التي تم انجازها حضوريا. يعني الدروس اللي انتم برتوها في الاقسام ديالكم. يتم تحديد هذه المنظامين من طرف وزارات بتنسيق معا كده. اه تعقد باجراءة سلامة صحية غلال اه لا. اه لا. انا لا. انا لم تهمناش. اه تقليص عدد اجمالي المترشحين في كل مركز. تقليص عدد المترشحين يعني مغيروزوش عدد كثير في في الاقسام اثناء الامتحان من خلال التوزيع المتكفي. ها؟ ترتضي لغير بذلك اعتماد منهجية تنظيمية للدخول والخروج من قاعة مركز امتحانات تأجيل جميع الامتحانات الاشهادية لمدة ثلاث سابع وفق الجدول التالي ها هو الامتحانات في قشرة دوزوه او لا يعني هاد الهيئة ها تصور الاعطاء اذا ثانوي التأهلي يعني الامتحان الجهوي الموحد الدورة العادية في قشرة دوزوه يوم تسعتاش وعشرين يونيو الفين وعشرين اما الامتحان الوطني الموحد في قشرة دوزوه ايام تلاتة عشرين واربعة عشرين وخمسة عشرين وستة عشرين يونيو الفين وعشرين ايام واحدة عشرين تين عشرين تلاتة عشرين واربعة عشرين يوليوز الفين وعشرين الدورة الاستدراكية ها فقش غادي تم الاعلان عن النتائج الاعلان عن نتائج الدورة العادية يوم سبعة يوليوز الفين وعشرين الاعلان عن نتائج الدورة الاستدراكية يوم تعد عشرين يوليوز امتحاني لشهدات السيق الاعدادي يبتداء من يوم ستا يوليوز الفين وعشرين تسعة الانتحاني لشهدة الدروس الابتدائية السادس الابتداء من يوم تلتعاش يوليوز الفين او عشرين. انها سنة درستي وتهي الدخول المدرسي. نحن نقهم مناش. اذا بغدا نرجع الى شنو قال لنا الوزير امزازي حول هذه الخطة. اه? اذا ها شنو قال تحديدا سعيد امزازي توضيح جوابا على مجموعة من التساؤلات بخصوص وثيقة تعود لهيئة متخصصة في مجال تغطية طربة وامكانية اعتمادها من طرف الوزارة. فان هذه الاخيرة تنويرا منها للرأي العام تؤكد على ان الامر يتعلق بمجرد مقترح. مجرد مقترح. تقدمت بهذه الام شكورة ومنضمونه يلزمها وحدها. والوزارة اذ تقدم هذه التوضيحات فانها تجدد التأكيد على انها ستعمل على الاعلان بشكل رسمي في الوقت المناسب عن برمجة مختلف العمليات المتبقية من الموسم الدراسي الحالي عبر القنوات المؤسستية المعتمدة. اذا امزازيك يقول لك بان هذا الشيء فقط يعني مجرد مقترح ديل هذه الهيئة. اما يعني شي حاجة صحيحة ما كيناش. والا كانت يعني رغا ديتم الاعلان عليها فاش عبر القنوات المؤسستية. اذا وبهذا غد نكون انني وضحت لكم يعني هذه المسألة هذه اللي كتداولها تلمد في بينتهم يعني عبر الوسائل التواصل والى الحرقة القادمة ان شاء الله.